طيب استثمارات مصر في مجال طباعة الكتاب المدرسي في الدول الأفريقية هل برضو هنأعتبرها زي ما حضرتك قلت يعني تبادل خبرة مش تبادل تجاري لا هنقول لحاجات الحاجة هو من الحاجات اللي ممكن فتح أسواق تصديرية لها هي هيكون موضوع الكتاب والأدوات المكتبية زي ما قلت لحاجاتك أو اللي هي الكاشكول والكراسة والحاجات اللي هي استخدامات الطلبة يعني في المدارس ولكن برضو زي ما قلت الحالك في الأول أنت بتنافس دلوقتي مش بتنافس الدول الأفريقية لا أنت بتنافس دول كبيرة عندها نظام تصنيعي وتصديري مختلف عنك وليكن بالتحديد في مجال الكتاب المدرسي هو الصين والهند عندهم نوع من نوع السيطرة كاملة جدا في الدول الأفريقية زائد أن هي كمان عشان برضو يعني نتكلم صح أن معظم الدول دي بتعتمد على نظام المعونات فبيبقى جاية الموضوع التباعة الكتاب المدرسي دي بتبقى غالبا معونة من اليونسكو أو معونة من بعض الدول اللي جاية من برة فبتبقى حطى اشتراطات معينة بتبقى غير متنسبة معاك فإحنا عشان كده التفكير في أنك أنت تعمل استثمار في أفريقيا هو التفكير الأقرب لنا أو على الأقل يبقى عندك يعني بالنسبة للورق ومواد التغريف يبقى عندك مركز لوجيستي موجود في الدولة دي لأنه هو الأفريق دائما بيميله إنهم يشوفوا المنتج ما بيشتروش زي ما بالمثل الشعبي اللي هو سمك في مياه أو حاجات زي كده لا هو هو ميال إنه يشوف المنتج قدام عينيه ويبقى البضاعة موجودة وحاطة إنما التفكير الأكبر في النسبة لكتاب المدرسي استثماره وخاصاته إنه إحنا عندنا خبرة كبيرة جدا في هذا الموضوع عندنا استثمارات أورادي في مصر شبه بدأت تخش إنها تبقى معطلة شوية لأن نتيجة إنه إحنا دلوقتي بدأت نتجه للنظام الإلكتروني والتابلت وآية زي كده فطبعا إن استثمارات اللي اتعاملت هنا دي ممكن إنها تبقى معطلة شوية دوه هناك في الدول الأفريقية لا لسه لسه ما زالوا بيعتمدوا على الكتاب المدرسي العادي التقليدي لأنه مش 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 يعني وخالي بقى لكن في دول مثلا نسبة السكان فيها عالية وعدد الطلبة لسه يعني مثلا رواندا لأنا فوقيت أن عدد الطلبة لأن الجيل الصغير لسه العدد الأغلب يعني حوالي 70% من الشعب أو 60% من الشبه تقريبا 10 مليون في رواندا تقريبا بس هو الجيل يعني المراحل العمرية بتاعت الشباك فيهم أكتر شوية من طب وفي بعض الدول الاستثمار أو الشغل معاها بيبقى أسهل من دول أخرى بمعنى أنه مثلا على سبيل المثال رواندا اللي أنا أسمعه عن رواندا أنه بيشجعوا الاستثمار جدا محبين جدا لمصر كل الدول معظم الدول الأفريقية عشان قصنا بمتفقين محبين جدا لمصر بنسمع كلام يعني بيقولك إحنا بنشرب من كباية مية واحدة وإزاي إن إحنا ما بقاش فيه ما بيننا وما بين بعض علاقة كان فيه فترة زي ما حداك أشرت في المقدمة اللي هي فترة كان بيحسوا أنك أنت بتبصلهم بنظرة فوقية بنظرة فوقية شوية لازم تلغي الفكرة دي بالنسبة لهم يعني إنما هو معظم الأفارقة فعلا بيحبوا الشعب المصري وعايزين يعني هوا بدأوا يزهقوا من المنتج الصيني التعبان يعني خلي بقى لكن هو برضو بيروح لهم منتج صيني معمول آه آه مش الكواليتي المطلوبة فبدأوا هما يزهقوا من الموضوع ده وعايزين يبدأوا يفتحوا آه آه على الحاجات الانتاج الكويس شوية طيب